اشتركوا في القناة ويأتي في إطار حرص الجمعية الدائم على تعزيز التواصل مع مختلف المعنيين بالقطاع المالي والمصرفي من مؤسسات مالية ومصرفية وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين الأستاذ عدنان أحمد يوسف عن أهمية هذا الملتقى الذي يأتي تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بمرور مئة عام على تأسيس القطاع المصرفي فيها بلغ العدد الإجمالي العاملين في القطاع المالي أكثر من 14.100 موظف في نهاية عام 2018 بزيادة بلغت نحو 50 وظيفة مقارنة بعام 2017 وذلك حسب المسح السنوي لمصرف البحرين المركزي وقد شهد القطاع المالي غير المصرفي ارتفاعا في عدد الوظائف بلغ 109 وظائف كما شهد قطاع الخدمات المسندة ارتفاعا في عدد العاملين ليبلغ 466 موظفا في نهاية عام 2018 وبلغت نسبة المرأة البحرينية التي تشغل مناصب إدارية إلى نسبة 39% من اجمالي المناصب الإدارية التي يشغلها البحرينيون العاملين في القطاع المالي في نهاية عام 2018 بارتفاعا نسبة 2.2% مقارنة مع عام 2017 ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية وإلى إغلاقات أسواق المال في نهاية تدولة اليوم حيث ارتفع مؤشر البحرين العام في إقفال اليوم بنسبة 0.43% بإقفال عند مستوى 1446 نقطة وشهدت تدولات اليوم ارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات هذا وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 6.957.000 سهم بسيولة إجمالية تجاوزت 1.659.000 دينار تم تنفيذها من خلال 116 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداولة اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى غلاقات باقي البورصات الخليجية فقد شهدت صعودا شبه جماعي في إقفال اليوم نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بارتفاع بنسبة 13 النقطة المئوية بإقفال عند مستوى 9037 نقطة نتيجة تقدم الأسهم القيادية في السوق مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت كانت الخاسر الوحيد في تداولات اليوم بإقفال عند مستوى 0.34% بإقفال عند مستوى 6200 نقطة واحدة وذلك بتأثير من تراجع مؤشر قطاع التأمين وأيضا البنوك بشكل رئيسي في تداولات اليوم سوق بوظبي للأوراق المالية شهدت ارتفاع بنسبة 0.45% بإقفال عند مستوى 5075 نقطة بسبب تقدم كافة السهم البورصة في تداولات اليوم فيما أقفلت سوق دبي المالي بإرتفاع بنسبة قارب 16 النقطة المئوية كان الأكبر في إقفال اليوم بإقفال عند مستوى 2797 نقطة بدعم من أسهم قطاعي الاستثمار وأيضا الخدمات أخيرا سوق مسقط الأوراق المالية شهدت ارتفاع بنسبة طفيفة بنسبة 0.03% بإقفال عند مستوى 3971 نقطة مع صعود قطاعي الصناعة وأيضا الخدمات المصرفية نظم مجلس الغرف السعودية متقى الأعمال السعودي الأسترالي برئاسة المهندس أسامة كردي من الجانب السعودي ومن الجانب الأسترالي الدكتورة فيونا هيل وناقش الحضور الفرص الواعدة والشراكات الثنائية في المشاريع الممكنة للقطاع الخاص لرفع نسب التبادل الأتجاري التي لا تتعدى 4544 مليون ريال في نهاية عام 2018 بحسب الهيئة العامة للإحصاء وقدم برنامج الصادرات السعودية عرضا تعرفيا عن الخدمات التي يمنحها البرنامج لمصدري ومستوردي المنتجات الوطنية إذ قدم خدماته للشركات الوطنية للتصدير لأكثر من 85 دولة مما أتاح البرنامج فرصة كبيرة للشركات المحلية بالتوسع ودخول أسواق جديدة على مستوى العالم في السعودية أيضا حددت شركة أرامكو السعودية ما يزيد على 140 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 60 مليار ريال متاحة للمشاءات الصغيرة والمتوسطة وقال نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في أرامكو المهندس محمد الشمري إن هذه الفرص ستمكن المشاءات الصغيرة والمتوسطة من توفير السلع والخدمات التي تحتاجها أعمال أرامكو السعودية بما يساعد على توطين الابتكار وتقنيات الحديثة في قطاعات عدة تخدم صناعة النفط والغاز احتلت دبي المركز الأول عالميا في تقرير فينانشل تايمز حول أفضل أداء في الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018 وأعلنت أو أعلنت الانجازات الجديدة في تقرير نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر الصدري عن مرصد دبي للاستثمار والتابع لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ووفقاً للمرصد فقد استقطبت دبي 38.5 مليار درهم كاستثمارات أجنبية مباشرة في 2018 بالنمو سنوين يبلغ 43% ووفقاً للتقرير فقد تفوقت دبي على لندن وباريس ودبلين لتظهر أو لتظهر في جميع التصنيفات العالمية لأفضل مواقع الاستثمار في 2018 نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل كريسلر توافق على دفع مئات الملايين اليورو إلى تسلا لإدراج سياراتها الإلكترونية ضمن أسطولها قفز حجم التجارة بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا خلال العام الماضي بنسبة 21% على أساس سنوي وذلك بفضل جهود تعزيز التعاون بين الجانبين وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن تجارة الثنائية بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا بلغت 82.2 مليار دولار العام الماضي وأضافت الوزارة أن صادرات الصين بلغت 59 مليار دولار العام الماضي بينما بلغت الوردات 23 مليار دولار بزيادة تقدر بـ 19.6% و24.6% على التوالي تعتزم الشركة الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية والإلكترونية سيمينز بناء مدينتها سيمينز 0.2 في العاصمة الألمانية برلين بحلول بداية عام 2021 وقال عضو مجلس إدارة الشركة سيدريك نايكي إن ملامح المدينة التي ستنشئها الشركة من أجل البحث العلمي والإنتاج والسكن ستضضح نهاية هذا العام وذلك عند انتهاء المنافسة على تخطيط المدينة والتي ستبدأ هذا الصيف وكانت سيمينز أعلنت قبل نحو ستة أشهر استثمار نحو 600 مليون يورو في مقرها في برلين وسيجرى تحديد حجم الإنفاق على نحو دقيق عقب إجراء المنافسة على تخطيط المدينة ولا نتابع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وسعر النفط المعادن الرئيسية قالت صحيفة فينانشل تايمز إن شركة السيارات الإيطالية فيات كريسلر وفقت على دفع مئات الملايين من اليورو إلى شركة تيسلا للسيارات الكهربائية لإدراج سيارات تيسلا ضمن أسطولها وذلك لتجنب دفع غرامات بسبب انتهاء قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بالانبعاثات وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة ستمكن الشركة الإيطالية من تقليل معدل انبعاثات سياراتها من ثاني أكسيد الكربون عن طريق حساب انبعاثات سيارات تيسلا ضمنها وبالتالي خفضوا هذا المعدل إلى المستوى المسموح